مصر بقيادة فخامة الرئيس عفتاح السيسي وحكومة الناجزة قامت بتنفيذ السياسات والرؤى قد حققت ما رأيتموه في الفيديو الذي عرض وأكثر كثيرا ويشرفنا أن يكون معنا رئيس الحكومة المصرية مع دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي الذي كان خلال السنوات الماضية قائداً لكثير من تلك المشروعات فلا تفضل دولته بسم الله الرحمن الرحيم دولة سيد بيترو سانشيز رئيس حكومة مملكة أسبانيا الصديقة معالي السيدات والسيدة الوزراء الحضور الكريم اسمحوا لي في البداية أن أرحب بدولة رئيس الحكومة الأسبانية السيد بيترو سانشيز والوفد رفيع المستوى المرافق لسيادته من أعضاء الحكومة الأسبانية وكذلك رؤساء وممثل الشركات الأسبانية في مصر متمنياً لكم إقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على بلدين وشعبين وإنه لمن دواعي سروري أن أفتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الأسباني برفقة رئيس الحكومة الأسبانية الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المختلفة بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول والمتصق مع العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين كما يسعدني أن أتحدث أمام هذا الجمع المتميز من شركائنا في التنمية من ممثلي القطاع الخاص الأسباني والمصري وأود هنا أن أعرب عن تقديري للجهود التي بزلها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تنظيم هذا المنتدى اليوم بالتنصيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الأسبانية بالقاهرة سيدات والسادة إنني على اقتناع تام بأن الشراكة بين بلدين الصديقين يجب أن تقوم على اطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والأسبانية بدور أساسي في تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة كما أدرك أن ثمة مسئولية كبيرة تقع على عاطقنا كحكومات لتوفير سبل توطيد وتطوير هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية وفي هذا الصدد فإنني أرحب باتفاقنا مع دولة رئيس حكومة أسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومتين البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو سيكون لها بالتأكيد أبلغ الأثر في إعطاء دفع قوية للشركات الأسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لأفاق جديدة تسهم في جهود التنمية المصرية التي تمضي في طريقها المحدد وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة على أرض مصر لقد اتخذت مصر العديد من الخطوات التي كان لها أثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد وإزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصري في أسرع وقت ممكن والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقا للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر وفي هذا السياق أود أن أشيد بالجهود المبزولة التي قام بها الجانبان المصري والأسباني حتى تم التوصل إلى تسوية نهائية لقضية شركة يونيون فينوسا الأسبانية للغاز في مصر في شهر ديسمبر 2020 ولعلي لا أبالغ إن قلت أن حل هذا الخلاف بات يماهد الطريق لتحقيق النقلة النوعية المأمولة والممكنة في علاقاتنا الاقتصادية الشركاء العزاء لقد عملت مصر بدأب خلال الأعوام الماضية لتأمين مصادر الطاقة للازمة لبرنامجنا التنموي الطموح إذا استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية كما تحركت مصر خلال السنوات الماضية بخطة سريعة لتحفيز الاقتصاد وفق رؤية واضحة ومحددة وعملية استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة مع القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية ومعالجة مشكلات متراكمة على مدار عقود سابقة كما نجحت مصر بفضل تلك الإصلاحات في اجتياز التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا واستطاعت السمود في وجه التداعيات الصعبة التي تسببت فيها الجائحة بل كانت من الدول المعدودة في العالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية بلغت 3.3% خلال العام الماضي ونتوقع زيادتها أيضاً خلال العام المالي الجاري 2021-2022 وفي هذا السياق فلا يفوتني التعبير عن جزيل الشكر لأصدقائنا في أسبانيا على إهداء الحكومة الأسبانية لحوالي 1.580.000 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تضامن عن مع مصر ودعماً لجهودنا لمواجهة تداعيات الجائحة وحماية لأبناء شعبنا إن الحكومة المصرية لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة تتمثل أهم أهدافه في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة منها تطوير جميع القرى المصرية خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه وتبطين وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلو متر وتحديث نظم الري لأربعة مليون فدان إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة وتوطين صناعة السيارات الحديثة التي تعمل بالغاز والكهرباء السيدات والسادة اسمحوا لي بمناسبة لقائنا اليوم في منتدى الأعمال المصري الأسباني أن أوجه الدعوة لممثل القطاع الخاص الأسباني للتعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة من الجيل الرابع التي تتوافر بها البنية التحتية الحديثة وكافة الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية اللازمة كما أود أن أؤكد على رغبتنا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والعمل على إنجاح مشروعات التعاون القائمة حاليا لا سيما مشروع التعاون القائم مع شركة تالجو في مجال النقل ومشروع التعاون مع شركة جريفولز في مجال تصنيع وتجميع البلازمة ومشروع التعاون مع شركة سيمينس جامزة في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح باعتبارها نمازج متميزة للشراكة التي تعود بالمصلحة المشتركة على الجانبين كما أود أيضا أن أشكر شركة أكواليا على تعاونها المستمر مع الحكومة المصرية أيضا في مجال معالجة المياه في خلال الفترة السابقة وأود أن أعبر عن تقديرنا للتعاون القائم مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر لا سيما الاستفادة من الخبرات الأسبانية في مجالات الصوب الزراعية والري وترشيد استخدامات المياه وفي هذا الصدد فإننا نتطلع لتطوير هذا التعاون بالشكل الذي يتصق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية ومشروع حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري كما أن التعاون بين الشركات المصرية والأسبانية في مجالات المقاولات والطاقة في أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وأفريقيا يمثل أحد أوجه التعاون الواعدة خلال الفترة القادمة خاصة في ظل وجود شراكات شركات مصرية لها خبرة طويلة في هذا المجال وذلك من خلال قيام الشركات الأسبانية التي تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في هذه الأسواق بإسناد بعض الأعمال للشركات المصرية مثل الأعمال الإنشائية والمقاولات السيدات والسادة الحضور إن ما تقدم لا يعد كونه أمثلة من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر قيامنا بالخطوات العملية اللازمة لنزج شراكات اقتصادية وتجارية ممتدة وختاما اسمحوا لي مرة أخرى أن أؤكد لكم أن مصر ترحب بكم شركاء أعزاء في مسيرتها نحو التنمية وتفتح أبوابها للجميع من أجل العمل والإنتاج وتتطلع إلى إسهامكم القيم في البناء على تاريخ ممتد من التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وأسبانيا بهدف بناء مستقبل أفضل لشعبين الصديقين دولة رئيس الحكومة الأسباني السادة رؤساء الشركات وممثل القطاع الخاص المصري والأسباني مرحبا بكم مجددا في القاهرة وأتطلع أن تكون زيارتكم المهمة وهذا المنتدى بداية لضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدين الصديقين واستكشاف مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية التي تعود بالنفع على شعبي مصر وأسبانيا وشكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم